بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اليوم حلقة مميزة لأننا هندسكلوز تو بوكز أنا عجبتهم في البروجرام فعشان كده مش هنقدر بقى ندسكلوز اسم البروجرام نفسه هنهائده البوكين دول واحدة كانت التاريجة ما التاريجة شهلسه ريندينج البروجرام ريبيو بس ادفع علينا الباونت يعني والتانية هي دفرنت ايديا أصلا وتقفل الدبلوكيت مش فاهم ليه هتفهم من نفسه قدلتي هتشوف ان هم مختلفتين تماما قال لي انها نفس الروت كوز وانا مش فاهم يعني نفس الروت كوز من ناحية بس اوكي يعني مش عقول لك حاجة اشتظري الفول طيب معادل الفكرة انا من التوباكز دول ان الموقع اللي انا كنت وانت عليه كان فيه حاجة اسمها ابروفال سيتنج الابروفال سيتنج دي بيعملها الكرياتور بس يعني الكرياتور هو الأدنين يعني الكرياتور هو أدنين قردي بس معاش وعيد برميشن زي كيله زياده بما انه الكرياتور بلا وضعيا ما ينفعش حد يشيله ويقدر التحكم في الابروفال سيتنج ان لو ادمن معاه مثلا خد اكشن لازم هو الاول يقبله وكذا يعني هو ادمن كذلك بس نتكبره يعني اوكي طيب وطاحته كان فيه رولوس ما بيوار دي مش هل احتاجه في الفيديو بتاع النهار بقوله بره انطر قبل كاش يبقى هنا دلوقتي الادمن لما بيعمل اكشن لو الابروفال سيتنجز دي ميدفع على الادمن لما بيعمل اكشن لازم الكرياتور ده يقبل الاكشن ده اوكي جميل لحد هنا جميل اول حد هنا لكده فهمين السيناريو وكله تماما طيب يا معال اول بوك هنا كان الموقع ده بيشتغل بجراف كيويل جراف كيويل اللي ما فشل عملت فيديو عنها هنا وهنا او في اي حتة هتلاقيه يعني مهم يبقى روح تفرج عليه لو ما بتعرفش ازاي تهنت مع غراف كيويل هنا التايتل كان logic workflow breaking along the administrator to bypass removing user function approval كان فيه logic workflow انا باكسره بيسمح للadministrator to bypass removing user function ايه بتاعت الابروفال سيتنج هنا الريموبين كنت عامل ريبورت تاني برضو للأدنج يعني كان الفونكشن دي الابروفال سيتنج كان فيها ادوين نيو لأو الادمن لما يضيف حد يأذن من الكرياتور او لما يمسح حد يمسح من الكرياتور وانتبعت الاثنين بمعنون different mutations ويضيف ريبورت ويضيف ريبورت ولكن بتاعت الاد اتقفل الduplicate على بتاعت الريموب فهي هي الفكرة حرفيا هي بس فرق في المutations وانه يضيف وانه يمسكيت جميل لحد يعني دعا وقلتلك هنا الموقع كان شغال بحاجة اسمها الابروفال سيتنجز يعني لازم الكرياتور واللي هو بل الاكشن للأدنج بياخده طيب هنا ما كامش الموضوع متفاعل حرفيا اوكي لسه انا ما عملش ادي حاجة هنا فعلته وعملت ان الاد من ابروفال ريكويرد واحد اللي هو الكرياتور بتاعلي يعني لما الاد من ياخد اكشن لازم على الاقل اد من تاني او الكرياتور يقبله اوكي يميل اول ياتلي رسالة على اميل الكرياتور بيقول لي ان الاد من الفلاني العلاني اللي انت ضايف والمحترم بيحاول يمسح او يضيف في الفلاني فلاني فعلت ابروف ولا هتريجيكت الموضوع ده انا والله انت جاء هنا حمل ابروف وانت مفاعل ابروفال سيلنجز يميل اول حد هنا يميل وطائب لحد هنا انه افونا بجل التول لنك ده بيقول سين الآتي الفيور وبيقول له لو هنا انا ضايف حد او ردي بالإنفتيشن اوكي فقاب يقول لي بيقول لي بندن أبروفال فور ريموفال طيب يا عبل انا هنا بالظبط اللي كان حصل ان انا قلت له الكنسر ريكوست ده مستني الابروف من الكرياتور اوكي يعني هنا بيقول لي بندن ابروفال فور ريموفال اوكي وكانسل ريكوس دي من الجانب بتاع الادمن بيولي يا تكنسل ريكوس تستنى الابروفل على الريموفل اللي انت عبروفل على الريموفل ركز معايا وحط قمك عشان ما عطارش يو استنى الابروفل على الريموفل من الكرياتور طبعا معلم ده الميوتيشن بالزبط اللي كان بيتبعت لما الابروفل سيديس كانت بتبقى اكتيفيتد لما انا كادمن بحاول اشيل شخص ما بياخد مني اليوزر اي دي بتاع الشخص ده في الانفايرومت او في الورجانيزيشن وبيبعت ميوتيشن اسمه ريموف يوزر with admin approval with admin approval طبعا معلم القصة بقى دلوقتي اني لو عملت ده زي موريتك هيقول لي بندينج approval for removal وبيبعت الرسالة على الميل كمان بيقول له والله فلان الفلان اللي انت عايز تشيله ده مستني الابروفل من الادمن فهتأبروف ولا هتريجيكت الرسالة دي طالعا من inbox الكرياتور طبعا هنا بقى انا بيقول لك ازاي هنبيباسل بيابير ده كميةوتيشن بقى اسمه remove user فيمتار او معلم هذا القصوة واد يوزر كذلك معنا هنا اوضح اوضح اوضح�� اوضح 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 her اوضح اوضحه اوضح آخر اظا just second Muslim وهنا اوổi اوضح اوضح شخص هاوضح اوضح 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 ولا يستخدم بقى نقص اوضح اوضح عندما شوف تفعل Juice went to� Dropable وبالتالي يستخدم ايه بقى اللي هيحصل يا معلم لوغية متفعالة واحدة جربنا نستخدم نستخدم من غير الادمن ابروبل تفتكر هتشتغل؟ الفعل ده اللي حصل واشتغلت والادمن ابروبل شغالة انا عدرت طبعة كادمن عادي مستمناش اذن واضيف على طول هنا عدت هنا قال لي جاب لي متين اوكي شغله على طول وهنا قال لي يعني الاتنين اللي تحت دول قال لي no approval انا كنصميها كده عشان البيو سي يعني قلت له هنا no approval no approval ده زي ما انت شايف كده recent invite انا ضفته على طول وهنا ده العادي اللي هو كان مستني invite من الابروبل بتاعت الاتنين خدت هنا تمام والزوزة والحبوبة وايه تعالى لثاني نفس الفكرة لكن مش نفس الروتكوز نهائي الربورته ده فول دوبلكيتد ظن لكن انا يكتب طيب يا معلم هنا احنا كنا بنشغل الابروبل setting for invite and removal اوكي طيب يا معلم جميل اوكي شرحت له هنا فكرة انه لما الاتنين بيأخد اكشن ايميل كالتالي زي القاتي ده بيروح ليه الكرياتور بيقول له يتابروف يتريجيكت للأكشن اللي الاتنين فلاني عمل جميل جميل طيب تعالى معايا كده بقى نبص على اللينك اللي يبقى بتاع الابروف ورجيكت ده بيحتوي على ايه طيب معلم انه يحتوي على بروبوز الاي دي كذا and is approved equal true والرجيكت محتوي على البروبوز الاي دي هو نفسه و is approved equal false يعني المتغير هنا approved is approved ايه true ايه false قيمة بتاعيتها بولين من الابروف للرجيكت البروبوز الاي ده ايدي طلب اللي انت بعته للأدمن طيب يا معلم يعني انا كده ممكن اجيب اللينك ده بسهولة تنس ان الادمن ليه اكشن على التاشبورد بتاعت اليوزرز فبيبانله ايه اللي متعلق وايه اللي تحت الريكوست وبتاعه فلو بصيت هنا كده الادمن لو بعت ريكوست شاف الممبرز بتوع الرجناليزيشن بالكويري اللي اسم المالجاب واليوزرز ده هتلاقي ان البروبوز الاي دي بيبقى ظاهر للأدمن فدلوقتي انا اقدر اكرافت اللينك ده سواءا افروف او ريجيك واسه بقى انه ما كانش بيتشيك اللينك ده يفتح منين يعني انا كادمن لو عملت ريكوست وخدت البروبوزر اي دي بتاعه وكرافتت اللينك ده بنفسي وعملته افروف وفتحته من اكاونتي فهو زي ما انت شايف قال لي عمل الانفتيشن زي ما انت شايف كده خلها ريسينت او كانسل مش بندنج الابروفل بس يا معلد ده كان كل محتوى الفيديو من نهارده اتمنى اه لو مش فهم الـ GraphQL انا كنت اعمل الفيديو زي ما قلت لك قبل كده طويل شوية لكن يعني احنا مكافرين لابات ومكافرين ريبورتات ارين او ريتبس وغيره 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 فا اه اتمنى الفيديو يكون عجبكو اتفرج على الفيديو لو مش فهم GraphQL كويس و اتمنى الفيديو يكون فاتكم و اداكم شوية معلومات و اكونوا في حفظ ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته